ومن العسير أن تقططف زهرة جميلة وسط حديقة غناء حافلة بالزهر والورد واليسامين والرياحين عسير عليك أن تقطف أي زهرة وأن تختار أي لون فالزهور متوفرة والورد بين يديك غزير والعبير شذاه يتناثر ويتنزل على وجهك كتنزل حبات الندى على الزهرة الضمأ والأرض العطشة فمن العسير جدا أن تقططف هذه الزهرة وسط هذه الزهور وبين هذا الورد والرياحين واليسامين لكن من اليسير أن تقططف زهرة وسط صحراء مغفرة كذلك تشعر بصعوبة بالغة وأنت تتحدث عن الصحابة فعلى من تتحدث وعند من ستقف فهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن العسير جدا أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة نعم الصحابة أقول والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة الطاهرة المباركة التي ما عرفت الدنيا بعد الرسل والأنبياء ولن تعرف لأخلاقهم ولا لعطائهم لدين الله مثيلة نعم أيها الأفاضل لقد شاء الله جل وعلا وقدر أن يخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأن يصطفيه لرسالته ونبوته وأن يجعله خاتم رسله وإمام أنبيائه وشاء ربي جل وعلا وقدر ولا رد لمشيئته في الوقت الذي اختار فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار فيه الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا وزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال إن الله تعالى نظر في قلوب أهل الأرض وفي لفظ في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه اختارهم الله يوم اختار نبيه اصطفاهم الله يوم اصطفى نبيه جعلهم الله جل وعلا وزراء نبيه يقاتلون على دينه أي شرف وأي كرم لذلك أقول لا يجوز خل بالك يا حبيبي في الله ويا أختاه لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله أن يتكلم في الصحابة لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله أن يتكلم في الصحابة لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاص في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين لا 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 تاني مولانا بالراحة بالراحة كده الله يفتع عليك دي أصول أصول وبلاش تتكلم بدون أصول اتكلم بالأصول ارجع معايا تاني بقول لحضرتك الحديث عن الصحابة يتطلب عد معايا صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين طيب والله يا مولانا كمان التأصل ده كمان مرة تلتة عشان احنا بنكتب دلوقتي حاضر لما احتجت أل تلتين مرة تلتين مرة الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين أعرف بقى هذه الرواية تقبل أو لا تقبل أعرف إزاي أخلي بالك التاريخ الإسلامي لم يدون في عهد بني أمية وإنما دون في عهد بني العباس وقام على تدوينه ثلاث طوائف الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان هذه الطائفة زورت تاريخ بني أمية بداية بمعاوية رضي الله عنه وانتهاء بآخر أمير لصالح أمراء بني العباس الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين فرقة الروافض وفرقة الخوارش فكل فرقة لها رواياتها روايات تؤله وروايات تكفر والطائفة الثالثة طائفة أهل السنة كابن كثير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم من أئمة التأريخ لكن هؤلاء لأمانتهم نقلوا الروايات كاملة بأساندها رووا كل رواية بسندها إذ لم يستطع هؤلاء الأئمة في هذه المحنة وفي هذا الوقت أن ينتقي كل إمام روايات أهل السنة أو ما صح من الروايات وإنما ملأوا الكتب بكل هذه الروايات وصدروا كل رواية بسندها ليأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة من ينقل ما صح من الروايات بالوقوف على صحة سند كل رواية من عدمه فنزل إلى هذا الميدان من لا يحسن النزال ونزل إلى هذه البحور الهائجة والأمواج المتلاطمة